مرحباً جميعاً اليوم ستحصل على المدينة العديدة محاضرتنا اليوم هي عن المادة الأدبية في كتاب الصف الرابع الأعدادي تذكر أننا لقد قمت بشعرين بشعرين إذن أخذنا تناولنا شاعرين اللي هما تنسون و ييتس اليوم ستناولنا شاعر العراقي المعروف والمشهور معروف الرصافي أو اسمه يعني اسمه الكامل معروف عبدالغني الرصافي قبل التكلم عن قصيدته المشهورة قبل التكلم عن قصيدته المشهورة التي تحمل عنوان في سبيل الوطن نتكلم عن سيرته الذاتية معروف الرصافي أين كان معروف الرصافي برد؟ أين؟ 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 صحيح؟ رفقة صح Process Bariani أين؟ أين؟ أين قليل؟ أما لو عملنا الياب Cruise ثم strong أين؟ ترجمناileen فونؤلاؤنا إذا جمعتنا وحدة وطنية فماذا علينا إن تعدد أديانه إذا القوم عمتهم أمور ثلاثة لسان وأوطان وبالله إيمان فأي اعتقاد مانع من أخوة بها قال إنجيل كما قال قرآن كتاباني لم ينزلهم الله ربنا على رسله إلا ليسعد إنسانه فمن قام باسم الدين يدعو مفرقا فدعواه في أصل الديانة بهتانه أنشخى بأمر الديني وهو سعادة إذا فاتباع الديني يا قوم خسرانه ولكن الجاهلين طحى بهم إلى كل قول لم يؤيده برهانه فهاموا بتيهاء الأباطيل كالذي تخبطه من شدة المس شيطانه هنا لدينا بعض الكلمات المهمة التي وردت ضمن الناس إذن هو الشعور بالعداوة أو البغضاء تجاه شخص ما فلورش لتنزل حقا لتنزل حقا لتنزل حقا يزدهر فاترياتيك لتنزل حقا لتنزل حقا لتنزل حقا هي الروح الوطنية أو حب الأوطان إجنرانس الجهل لتنزل حقا أو المهمة روم التيهان أي أن تتحرك أو تجوب الأرض من دون هدف أو غاية محددة أي مقفر أو خالي من الناس أي أن يصيبك مس من الشيطان وبالتالي تقتاد لهذه الروح الشريرة الآن لتحدث عن المحاور الأساسية التي عرض لها الشاعر خلال هذه القصيدة الفكرة الأساسية أو الفكرة العامة لهذه القصيدة هو حف وتشجيع الشعب العراقي أو المواطنين في العراق أن يتوحدوا ويقفوا جنبا إلى جنب as well as بالإضافة إلى rejecting any type of discrimination or fanatism إذن وكذلك رفض أي نوع من التفرقة الأنصرية أو التأصب الديني لأي سبب من الأسباب for any reason here we have questions about the poem what is the effect of the variety of questions in the poem إذن إذا لا حف القصيدة هي تتكون من سلسلة من الأسئلة من مجموعة من الأسئلة لماذا استخدم الشاعر معروف عبدالغني الرصافي this technique هذا الاسلوب this style the poem has many questions to slow down إذن هنا الغرض الأول من ناحية الرhythm الإيقاع نمط القصيدة أو إيقاع القصيدة to slow down it لأن الأسئلة تحتاج بوزز وتحتاج رايزنج انتونيشن بمعنى نبرة حادة من الصوت وفي نهاية السؤال يجب أن نقف وبالتالي راح تسلو داون تبطئ من نمط القصيدة and we notice that when we read it aloud ونحن يمكن أن نلاحظ ذلك عندما نقرأها أو نؤديها بصوت عالم what is the purpose of the variety of questions in the poem هذه من ناحية التأثير على الوزن نريد أن نعرف من ناحية البلاغية شنو أثر the purpose of the variety of questions is to increase the rhetorical effect إذن لزيادة التأثير البلاغي the poet lets the reader fall in the gap with their own minds إذن عندما يطرح الشاعر هذه الأسئلة من خلال قصيدته فهو يعطي المجال للمستمع أو للغارة كي يستعمل أقله وبالتالي يكون في ذهنه إجابات لهذه الأسئلة as a result وبالتالي they are useful when the writer is trying to persuade the readers إذن هذا الأسلوب وهذا التكنيك الذي استعمله معروف عبدالغن الرصافي هو نافع وفعال عندما يروم الكاتب to persuade إقناع the reader of certain ideas هذه فكرة معينة التي هي مثل ما تحدثنا to urge patriotism أي للحث على الروح الوطنية also وكذلك فيها جانب آخر they reflect هذه الأسئلة تأكس but with insistence re-approach and condemnation إذن تعكس إصرار وانتقاد وشجب الشاعر لروح التفرقة السائدة في مجتمعه حينها what are the main themes in the poems ما هي المحاور أو الأفكار الأساسية في هذه القصيدة cooperation and brotherhood إذن التعاون الحث على التعاون وروح الأخوة rejection of religious discrimination رضب التمييز على أساس الدين أو التمييز الديني respect the opinions of other احترام آراء الآخرين to build homeland لبناء الوطن regardless بغض النظر with the religion or sect and دينهم أو مذهبهم what message is the poet trying to convey ما هي الرسالة التي يريد إيصالها الشاعر the message of the poet is patriotic unity إذن رسالة الشاعر من خلال هذه القصيدة هو الحث على الوحدة الوطنية what are the elements of patriotic unity according to the poem إذن وفقا للقصيدة ما هي عناصر الوحدة الوطنية language اللغة homeland and the belief in Allah والإيمان بالله سبحانه وتعالى find one example of metaphor إذن جد مثالا واحدا للاستعارة ورد في القصيدة isn't time to throw away weakness أما أنا أي يرمى التخاذل جانبا what is your response to the poem ما وانطباعك عن هذه القصيدة it is considered as an influential poem تعتبر هذه القصيدة هي قصيدة مؤثرة as it includes essential concepts لأنها تتضمن مفاهيم أساسية the poet tried to discuss the current problems of Iraqi society at that time فالشاعر تناول المشاكل المعاصرة في المجتمع الإراقي آنذاك and shed light on the importance of living together peacefully وكذلك سلط الضوء على أهمية التعايش السلمي أو المجتمعي so we have answered and explained these questions وبالتالي قد شرحنا واضحنا هذه الأسلة and we have explained the main themes of the poem وكذلك شرحنا الأفكار الأساسية في هذه القصيدة I wish that you have enjoyed the lesson keep safe and sound until we meet again